اشتركوا في القناة مهارات حياتية في بث مباشر عبر صفحة غصن زيتون على الفيسبوك طبعا من كل اسبوع معكم وسيم شامدين في هذه الحلقة نحن تزيل في بداية الأمر عن العطل الطارئ الذي حدث معنا في الحلقة السابقة لأسباب خارج عن إرادتنا إن شاء الله إذا سمح لنا الوقت سوف نكمل بعد آخر فكرة في هذا الأمر تحياتي لكم وأسعد الله وقاتكم وأتمنى لكم ليلة إن شاء الله تكون سعيدة تكون مفيدة تكون مليئة بالحيوية والنشاط مليئة بشكل الأشكال الثقة الذي نحن هذا موضوع على الأساس اللي نحن سوف نتحدث عن الثقة كثير ما نواجه في حياتنا أناس يعانون من فقدان الثقة يعانون من عدل موجود هذه الثقة في التعامل مع الحياة في التعامل مع الآخرين في التعامل مع الكبار في التعامل بمواقف الحديث أمام الآخرين أو في مقابلة عمل أو في مكان يحتاجون إلى هذه الثقة التي هم يحتاجونها كلنا نحتاج إلى الثقة وإذا نحتاج هذه الثقة أن نعززها بشكل مستمر وأننا نكتفي بأننا عملنا هذا الشيء الثقة هي كالنمو تتعزز بتعزيز الأشياء التي نقوم بها باستمرار من خلال تطوير أنفسنا من خلال تطوير هذه الشخصية من خلال تطوير معلوماتنا وتحديثها باستمرار لأن المعلومات لها دور كبير في منحنا الثقة لأننا عندما نمتلك معلومات هذا الشيء يمنحنا ثقة أكثر مما إذا لم نقوم لك هذه المعلومات يقول الدورة براهيم الثقي في الكتاب قوة التفكير لو شعر الإنسان مثلا بالخوف من شيء ما يفتح له العقل ملفا للخوف من هذا الشيء وكلما واجه الشخص هذا الخوف سواء بالتفكير فيه أو بوجوده أمامه مباشرة تتساعد الأحاسيس ويتراكم الخوف في ملف الخوف والخوف هو شكل أشكال عدم الثقة عندما أنا خاف الحديث أمام الآخرين لأنني أتشعر أو أتحسس هذه المشاعر أني عندما أقف أمام الآخرين أتصور أني نفسي ضعيف وبالتالي أعيش هذه اللحظة قبل أن أقف أمام الآخرين وهذا الشيء ينبغي أن نواجهه فإذا أراد الشخص التخلص من هذا الخوف أو أراد أن يمنح نفسه هذه الثقة وبدأ فعلا في تعديل هذا الأمر بالعلاج بالالتزام دام وستطاع التخلص من المفهنه تأتي هنا المفاجأة حقيقة الثقة ليست بالشيء المستحيل أبدا إنما هي عملية يمكن أن نكتسبها من خلال الزمن من خلال الوقت من خلال الممارسة للشيء الذي نحن نخاف منه عندما أخاف أن أقف أمام الناس كما علي أن أقف أمام الناس مرة بعد مرة أكتسب هذه الشخصية عندما وقفت لي أول مرة عام 2015 في أول مرة بدأت التدريب وكان يوما مفاجأ لي لم أكن متوقع أني أصبح أتحدث أمام آخرين وكان هناك لجنتان للتحكيم وكان هناك زملاء سوف يقدمون وكانت هناك مدربة فكان شيء رهيب جدا حقيقة عندما وقفت لأول مرة وارتبكت وأضعت الكلمات وذهبت من بين يدي أو من أفكار العبارات وتسمرت في مكاني كل ذلك كان شيء طبيعي حقيقة أن تبدأ تخاف من شيء لأول مرة تقوم فيه لكن مع مرور الزمن مع الاستمرار في هذا الشيء مع الوقوف مرة تلو مرة تلو مرة أضاف لي الشيء الكثير وزاد من ثقتي بهذا الأمر لكن هذا الشيء أبدا لا يعني أني عندما أكف لأول مرة أمام الناس يكون هناك شيء من الخوف لكن هذا الخوف يذهب بشكل مباشر لأنه هناك لكل شيء جديد أكيد هناك رحبة بسيطة أو ما إلى ذلك لكن تعالج من خلال الشخصية من خلال المعلومات التي يمكن أمتلكها الإنسان وهذا الشيء مهم جدا الذي سوف أتطرق إليه لكن هناك كيف يمكن أن أنشئ ملف الثقة؟ هذا الذي يبحث عنه الكثير كيف يمكن أن أنشئ هذا الملف؟ كيف يمكن أن أعزز هذه الثقة وأضيفها إلى نفسي إلى حياتي إلى أن أكون فعلا مواثق من إمكانياتي ومن قدراتي ومن هذا اللسان أن يتحدث بطلاقها أمام الآخرين في الأماكن التي نحتاج أن أتحدث فيها حقيقة لأن هناك الكثير والكثير والكثير من فقد قرص بسبب خجلي أو بسبب عدم الثقة بقدراتي وإمكانتي أو بسبب أشياء كثيرة من هذا القبيل التي أدت إلى هذا الشكل هذا هو السؤال الصحيح حقيقة والذي يقدم لنا إجابة صحيحة كيف يمكن أن أبني هذه الثقة؟ كيف يمكن أن أعزز هذه الثقة؟ عندما أقول أنا ضعيف أنا لا أستطيع أن أتكلم أنا لا يمكن أن يكون لدي القدرة على أن أكون في هذا المكان هذه الكلمات هي التي تعزز الخوف نحن لا نعزز أبدا من الثقة عندما أتحدث بهذه الصيغة نحن نعزز الخوف ونخاف ولأننا رسمنا صورة ذهنية مسبقة عن هذا الشيء لذلك رالف وولد إمارسنشو قال الثقة الذاتية هي السر الأول للنجاح الثقة الذاتية هي السر الأول للنجاح إنها جوهر البطولة حقيقة لذلك أي نجاح في هذه الحياة أو أي مكان نريد أن نرتقي فيه أو أي مكان يمكن أن نحصل عليه بطريقة رائعة بأسلوب رائع تحتاج إلى الثقة تحتاج لأننا نمتلك إمكانية عظيمة تحتاج لأننا ندرك حقيقة أننا أعظم مخنوقا من الله تحتاج لأننا نمتلك هذا الدماغ الهائل الذي يفكر كل يوم تقريبا من خمسين إلى سكتين ألف فكرة أحدد رهيب جدا حيال قدرات عظيمة نمتلك لها لماذا نستسمعها لماذا أقف وأقول أنني لا أستطيع لا يمكن لم أستطيع أن نتجاول هذا المكان لذلك الثقة بالذات مطلب الجميع حقيقة كلنا نبحث عن هذا الشيء أن يكون لدينا ثقة كبيرة أن يكون لدينا قدرة على الحديث أن يكون لدينا إمكانيات أن نحاول أن نواجه الحقائق أو نواجه مديرنا أو نواجه الأشخاص الذين تعامل معهم أو المواقف التي نحن يمكن أن تواجهنا في الحياة وبقدراتنا وهذا ما يسعى إليه الغالبية رغم إخباء الأمر يعني بعض الناس يقول لك أنا لديه ثقة بناس أنا أمتلك هذا الشيء لكن عندما يلتقي في الناس لا يظهر هذا الشيء ينبغي أن ندرك أن الثقة وكما سوف نتحدث يمكن أن نكون صرحي مع قسمة أنا عندي إذا عندي هذا الضعف ينبغي أن أعالج هذه النقطة لا يمكن أن أعالج شيء أنا لا أعترب بوجوده لا يمكن أن أعالج نقطة أو أدرك أنه أنا هذه النقطة ضعيفة لديه إذا لم أدركها حقيقة كي أعالجها وطلعها عندما نذهب إلى الطبيب ينبغي يسألنا الطبيب عن الأعراض وما إذاك حتى يشخص القضية فإذا أردنا أن نصب علينا أن نشخص سبب عدم الثقة هناك أكثر من سبب لهذا قد يتعلق بالشخصية أو قد يتعلق بالمعلومات قد يكون لديه شخصية رائعة جدا معلوماته ضعيفة جدا وبالتالي عند أي مكان يمكن يشعر أنه ليس لديه القدرة على أن يمنح هذه المعلومات أو لديه القدرة على الإجابات فهذا يوقع في دائرة عدم الثقة بالقدرات فكل شيء في هذه الحياة يحتاج إلى الثقة فلا نجع دون ثقة ولا إقدم على خطوة جريئة دون ثقة ولا خوضا لمغمار مشروع جديد دون ثقة فالخوف أكثر قادل لأحلامنا لأنه أشعش حقيقة في ذواتنا بسبب فراغ فالخوف أكثر على أن يكون أصبح مستعداً قبل أن يكون يمبغي أن نعلم ماذا نمتلك أنا كإنسان ماذا أمتلك الكثير مننا لا يعرف هناك سآل الكثير ما هي تحدثنا عن المواهب ما هي المواهب كيف يمكن أن يكتشف مواهبين هذا عدم ثقة أنا الذي يمبغي أن أكتشف مواهبين قد يكون هناك من يكتشف أشياء أخرى لكن يمبغي أن أدرك بماذا أمتاز أنا أين قوي؟ أين يمكن أن أكون أفضل؟ نقاط الضعفة التي لديك فيمكن أن أحسنها كل هذا الأمر مهم جدا وحال لسان البعض للأسف ليس لدي ثقة في مقابلة العمل ليس لدي ثقة في طرح وجهة نظري ليس لدي ثقة في الحديثة من الناس ليس لدي ثقة في قولي الحقيقة ليس لدي ثقة في معلوماتي وقدراتي ليس لدي وليس لدي وليس لدي لماذا؟ هناك عدد ثقة بسبب الخجل الخجل أحيانا لأننا تعودنا من الصغر من برمجة لغوية أنه عندما كنا في الصغر لم يساعد هنا الأهل أو المدرسة التي نحن فيها في أن يعززوا هذا الشيء حقيقة لم يسمح لنا أن نقب أمام الآخرين في يوم من الأيام كنت أحب أن أطور هذا الشيء عندما كنت في الحادي عشر دراستي فكان هناك أستاذ اللغة العربية ومماضة الموضوع أو التعبير فكنت أريد أن أنمي هذه القدرة بالوقوف أمام الناس كتبت الكثير من المواضيع كي أقوم أتحدث 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 كي أعزز هذا الشيء لكن لم يكن يتيح لي الأستاذ هذه الفرصة أريد فعلا أن أتحدث أنا طلب منه أريد أن أتحدث قال لي ينبغي أن يكون هناك وهناك وهناك زملائك في هذا الشيء لذلك ينبغي لكل إنسان نتيح له هذه الفرصة بسبب عدم معرفة قدراتنا العظيمة بسبب برمجة سابقة لأهلنا وما إلى ذلك برمجة موضوع الصغر الأهل المدرسة المجتمع عندما نحن نعامل الطفل على أنه لن يحقق شيء أنت فاشل أنت لا يمكن أن تستطيع أنت كيف يمكن أن تبني هذه الثقة في هذا الطفل هذا ما نعززه عندما ننذيه بأشياء ليست فيه ونحن نغرز هذه الأشياء نغرز عدم الثقة نغرز عدم القدرة نغرز عدم الإمكانية التجاوز عدم أن يكون إنسان حقيقة الثقة وعندما يذهب إلى المدرسة يعامل لأنه من عمر يوم حتى سبع سنوات يكتسب الطفل تسعين بالمئة من قيمها وخمسة وتسعين بالمئة من القيم العاطفية قيمها القيم الحقيقية التي يمكن أن يمتركها من والده هل كان الصدق والإخلاص والمحبة والتعامل وروح الفريق وروح كل التعامل مع الآخرين كلها يمكن أن يكتسبها يذهب إلى المدرسة تكمل المدرسة هذا الدور هو كان عزز في شكل أو بآخر من النقاط الضعفة التي الأهل وجهوا عليها نحن بدل ما أن نخاطب الإنسان بنقاط ضعفة لماذا نخاطبه بنقاط القوة التي يمتلكها؟ كلنا نمتلك وكل الأطفال أنا على يقين يمتلكون نقاط قوة رائعة جداً لكن لا أحد يعزز هذه النقاط ابتداء من الأهل الذين يعني يبحثون عن هذه النقاط وينموها ماذا ينبغي أن يخاطب هذا الطفل؟ إذا خطمناه بفاشل فسوف يكون فاشل وليس لديه ثقة يذهب إلى المدرسة وهو معتقد أنه فاشل فيبدأ في الإنحياز هنا أو هناك ثم يبدأ إلى المجتمع وتترسخ هذه الكلمة عند هذا الإنسان لا يستطيع لا يمكن حتى بنقاشاتنا اليومية يمكن أن نجلز أفلال نسأل عن فلا لا 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 يستطيع طب لماذا أنا أستطيع لا يستطيع وهو يسمع أنه لا يستطيع فيرى أن كل الناس تعطيه هذه الشيء لذلك من الأساس ينبغي أن كيف نخاطب أن نخاطب ما هي الكلمات التي أقولها لنفسي؟ عندما أستيقظ صباحاً وأنظر في المرآة ماذا أقول لنفسي؟ أقول أستغفر الله العظيم حسبنا اللهم أنا ملاكين أم أقول أنا عظم مخلوق عند الله الحمد لله أنا أسار رائع هذه الكلمات التي يعتبرها البعض أنها بسيطة لكن حقيقة تنمي بشكل رهيب جداً أثيقة ومن خلال دراسها الكلام الذي نقوله لأنفسنا هو الذي يتعزز أكثر فالعقل الباطن يأخذ هذا بعد كلمة أنا بعد كلمة أنا بالتحديد لا ينبغي أن يكون هناك كلمة سلبية أنا حزين أنا فاشل أنا مريض أنا لا أستطيع أنا لا يمكن أبداً لأن الدماء أو العقل الباطن يأخذ هذا الكلام ويجعلنا ناجحين في الفشل ناجحين في الحزن ناجحين في المرض يعني الكلمة التي نقولها يأخذها ويعمل بها فلذلك ينبغي أن ننتبه لهذه الكلمات الكثير من الذين أو قابلهم يقول لي لا أستطيع أنا لا أستطيع لماذا؟ من قال لك لا تستطيع؟ من قال لك لا تستطيعين؟ اليوم كنت أتحدث مع أحداهن فسألتني أنها لا تستطيع أن تحفظ كثيراً هي تدرس الثانوية وعمرها أربعين عام كان رائع جداً أنا ممتاز جداً هذا الشيء لأنتي تكون في أطولي لمقاعد الدراسة وتدرسين وتشجعين نفسك بشكل عظيم جداً وهذا الشيء أنت تستطيعين؟ من قال لك لا تستطيعين؟ قالت هي لا لا أستطيع عدم الثقة يتعلق بالتربية له دور كبير جداً الأهل هم يعززون الثقة بالأطفال أو ينتزعونها بها الطفل يخلق الطفل لديه خوفين فقط الخوف من الصعوب المرتفع والخوف من السقوط وما دون ذلك أو كل ذلك يكون مكتسب نحن من نزيد هذا الشيء لكن بعض المواقف والأشخاص يفقدونك ثقتك بنفسك لا الثقة نابعة من الداخل إذا أنا كنت مؤمن بنفسي وبقدراته وأعلم ما لدينا أستطيع عن أحد لذلك أريد أن ننبه لهذه النقطة حقيقة هي أنه لا نتعود أن نحقق نجاحاتنا بناء على الشكر الآخرين يعني أنا أقدم شيء عندما يأتي الطفل يعطيني كأساً من الماء فأقول له شكراً لأنك أعطيتني كأساً من الماء وليس شكراً لأنك رائع جداً ينبغي أن ينتبه أنه الشكر على العمل وليس لأنه فقط مجرد الشكر عندما نربط أحاسيسنا بالنجاحات أنه نحن نريد أن نقوم هذا الشيء حتى يشكرونه فإذا ممكن ما يشكرونه وما يقدروا هذا العمل وهناك ناس يفكرون أنهم يبقوا أن هناك في شيء خطأ وهناك أشياء غير جيدة وهناك وما إلى ذلك أشياء فبالتالي يبدأ بالتفكير هل أنا أقم بشيء خاطئ هل أنا أطرفت شيء خاطئ هل أنا هل كان أدائي سيء وبدأ هذا الكلام الداخلي يزعزع هذه السيقة الأهل والمدرسة أكثر شيء بيأثروا في السيقة حقيقةً هذا الأمر لأنها مكتسبة المدرسة والأهل وهذا دورنا اليوم نحن آباء وأمهات أن نقوم بهذا الجيل مع الجيل القادم كيف يمكن أن نعمل هذا الشيء ودورنا إذا نحن وعينا هذا الأمر فيمكن نحن نعطيه للآخرين أحمد نجار نقول الصدق من أساسية السيقة هو الركيز الأساسية رح أتحدث عنها لاحق هو الركيز الأساسية الصدق والنزاهة في هذا الشيء محمود أحميدي الثقة تضع بعض الصدمات القوية وتعزز إذا كان سندك قوي سندك إذا كنت أنت قوي وهو هذا الأمر قال اليوم غيونيون شو؟ لماذا نجدنا؟ قال إذا وقعت فقم فوراً مرة بعد مرة كل ما توقع وقت ما تبقى تحدث تعزز السيقة تقنك إذا الصينيون وقعت على ظهرك في كرة النجوم هذا التطلع لحياتنا هو الذي دوماً يكون السند القوي عندما أنا أكون أمتلك معلومات قوية ونمي شخصيتي أتحدث أمام الآخرين مثلاً جميل جداً هذا الحوار والنقاش وفي كثير من التدريبات نريد أن أحدث الآخرين تحدثوا عبر الماء تحدثوا نموا هذه الشخصية فرصة كبيرة لكم أن تطولوا هذه السيقة من خلال الحوار تحدث عبر عن رأيك حاور ناقش قد أكون أخاف في بلد الأمر لكن ليش؟ نحن في حال تدريب هذا الشيء رائع جداً أنه أنت تناقش وتحاول أي مكان فيه تدريب وأنت فيه ناقش وحاول ما تخجل لأنك فرصة عظيمة أنك توقف أمام الآخرين فرصة بالتدريب أنك تطلع تعبر عن رأيك تطلع تحكي تطلع تشرح المدرب لن يقول لك أبداً لا وأنت تستفيد من كل تدريب كي تطور هذه الشخصية هذا الأمر الصدمات قد توقفون لكن عندما تكون قوي تستوعب هذه الصدمات الأهل عليهم أن يعطوا مسؤوليات الأبناء ويثوقوا بقدراتهم وأن يؤعطوا يعززوها ويراقبوها يعززوها ويراقبوها كي إذا كان هناك خطأ يسححوها والإنتقاد نهدون في هذا الشيء ويقولون أنت تقدر أنت متميز أنت ذو عظيمة أنت ذكي طبعاً بناء على أشياء هذا الأمر لذلك أحكي قصة حقيقية دراسة صبت ممكن حكيتها بجلسة سابقة في أحد المرات في أحد المدارس عملوا دراسة على أنه أخذوا علامات الفصل الأول للطلاب ووجدوا علامات الضعفاء ورفعوها رفعوا علامات الضعفاء وطلبوا من الأساتذي ومن الأهل يتعاملوا مع الأطفال الذين ارتفعت علاماتهم من المفترض كانت ثلاثة أو أربعة ارتفعت إلى تسعة وعشر أن يعاملوهم بناء على هذه العلامات على هذه العلامات أنه هو تسعة وعشر أنك أنت ذكي أنت رائع وما إلى ذلك ولهكذاك الأمر يتعاطوا مع هذه العلامات كأنها حقيقة واقعية وبدأوا بهذا الأمر فالطفل عندما وجد نفسه أنه أخذ علامة ووجد أن الآخرين عاملونه على قدر هذه العلامة فآمن بنفسه آمن بخدراته أنا ردي أنا إنسان رائع أنا ممكن أن أمتلك هذه الأشياء نحن خلقنا هذه الروعة بشكل غير مباشر أطوا على الامتحان في الفصل الثاني وماذا أعمل؟ لم يعدلوا بالعلامات فوجدوا أن الأطفال الذين كانت علاماتهم ضعيفة ورفعوهم بالفصل الأول ازدادت دون أي تعديل لماذا؟ لأن الأطفال وثقوا بإمكانياتهم وثقوا بقدراتهم نحن خلقنا هذا الشيء إذن في العملية التعليمية ينبغي أن يكون هذا التعزيز ينبغي هذا الأمر أن نحن نعامل الطلاب على أنهم ليس بنائما على علاماته ليس بنائما على علاماته في دول لا يوجد علامة صفر ولا يوجد علامات اثنين أو تلات لا يوجد علامة صفر أمدنا هذا إنسان لا يمكن أن يأخذ صفر هذا الإنسان يتعب يحضر يتعلم يحضر ويكتب وليس يأخذ صفر لا يوجد صفر علامات للعمل الذي يخلون به تكرم أن يكون رتم الكلام أقل سرع تكرم أستاذ محمد العالم أحسن شكراً غيري أو جحودة لا يؤثر في باعي أكيد الحافظ الزاتي هو الأهم علينا أن نخلق هذا الحافظ الزاتي بشكل حافظي ومن هنا بعد كلمة أنا التي تضع في ثقتنا بسبب عدم التقدير الذاتي المفهوم الذاتي للإنسان هي الصورة الذاتية أنا كيف أرى صورة الزاتية هذه الصورة الذاتية التي هي مسيطرة على تفكيره كلما يتخيل نفسه يتخيل نفسه ضعي صدقوني في كثير من التدريبات التي أنا أقوم فيها أتخيل نفسي وأرسم صورة ذاتية قبل أن أحضر هذا التدريب وأرسم لنفسي هذه الصورة أني أقاب أمام الآخرين وأتحدث بطلاقة وأعبر عن الأفكار التي أقولها وأرى الناس والتفاعل من خلال هذا الكلام من خلال الحوار ومن خلال النقاش وأرسم كل هذه الصورة أرسم كل هذه الصورة وعيش هذه الصورة هاي الصورة الزاتية ومفوز ذاتي ماذا أقول لنفسي عندما أقوم في المرآة هل أنا معجب بهذا الشكل هاي أول قضية هل أنا راضي عن شكلي أم لا هم بغي أن أرضى هم بغي أن أرضى عن شكلي وأنترد أنه أنا أرضى عن شكلي أنا كيف ممكن أن أطور الذي أستطيع أن أقوم به المفهود ننتبه لهذه الكلمات التي نقولها لأن الكلمات الإيجابية تعززها هذه الثقة بشكل كبير جدا الكلمة وقع الكلمة علينا له دور حتى على أنفسنا وحتى على الآخرين عندما يقولون هنا يقول الدكتور ديفيد آر هاوكنس في كتابه القوة مقابل القوة أو بوار بيرزد فورسل أن قوة الفكرة يمكن قياسها صوروا أن قوة الفكرة يمكن قياسها فقد قرر أن الاختلاف بين القوة بين فكرة المحبوبة والفكرة الحلوة التي نتحدثها عن أنفسنا وأننا نحن رائعين أو جيدين أو ممكن أن نحقق أشياء عظيمة جدا من 10 إلى 35 مليون ميجاوار والفكرة المخيفة عن أنفسنا السلبية التي ممكن نحن نأخوزها لأنه لا أستطيع غير ممكن أن أتجوز هذا الأمر ضعيف خائف خجول من 10 إلى 360 مليون ميكرووار هائل جدا هذا البعض ويفوق قدرة تصور البشر يمكن أن أعيش أسبوع كامل على كلمة إيجابية رائعة جدا ممكن أن يكون مدير يعني من الناس يعني أحد الصبايا التي تحكيها عن قصة حدثة معها طلب منها مديرها المباشرة أن تعد تقرير معين فهذا التقرير بعد أن أعددته أعطاه إياه فوجد فيه أنه في ملاحظة بسيطة وهي موظفة جديدة أم قال رح نشوف بكرة موظفة تاني فيه شيء أنت مخطي يعمله شخصة لماذا؟ أنت هل عزلت الثقة مع هذه الموظفة أم أشعرتها بالحرج؟ يعني أشعرت أنه في شيء ضعر دور المدراء اليوم عزل الثقة الآخرين بأنفسهم دور المدراء يبنوح الثقة في الآخرين دوري أنا كشخص كأنسان أن أرسم سنوراهات للآخرين لأننا بتعاون معهم أنه دوما ندفع الثقة مثل الإيجابية أنه أنت دوما تظل إيجابي مع الناس لأن الإيجابية الشيء لا يمكن أن نأخذه مرة ومرتين فقط في الحياة أبدا ينبغي أن يكون بشكل مستمر حتى تزال هذه الثقة وتكون مبنية على أشياء حقيقية وواقعية بشكل مهم جدا وجدا وجدا هذا الأمر ينبغي أن ننطلق من خلاله إذا حكينا هناك لثقة أربع مستويات حقيقة أربع مستويات نبدأ بالمستوى الأول اللي يمكن أن يطرحوا الأستاذ هال؛ هي النزاهة أو الصدى عندما أوظف الناس فأنني يبحث عن ثلاثة أشياء وأكل الناس يبحث عن ثلاثة أشياء وكل المؤسسات ينبغي أن تبحث عن ثلاثة أشياء هي النزاهة الأول هو النزاهة الشخصية الثاني هو الذكاء والثالث هو المستوى المرتبع من الطاقة الإيجابية تويتم أن يكون النزاهة شخصيا سنبغي أن تبيع правخت معلومات وقدرات ومستوى مرتفع من الطاقة أن يكون إيجاب يكون عنده حماس لأنه الثلاثة مكونين لهذا الأمر لكن إن لم تجد الأول فأن العنصرين الثاني والثالث لا قيمة لهم سوف يقتلونك إذا ما إنسان في عنده نزاحة مهما كان عنده سكاء مهما كان عنده حماس أبدا لا يمكن أن يكون رائع جدا هذا الكلام مش إلي هذا الكلام نوار بغي الرئيس التنفيذ لشركة بيرو أشاير رجل ملياردير نجح في النجاح العرب يوظف الناس بلا على ساس أشياء لكن أول شرطي النزاحة الشخصية والنزاحة الشخصية هي اللي بتعطي ثقة أصلا لإنسان في عنده يكون الإنسان صادق مع نفسه ومعما الآخرين يعطي أشياء عظيمة جدا كيف ممكن نعرف النزاحة بالنسبة لكثير من الناس فإن نزاحة تعني الأمان ورغم عدم إدراك الكثيرين فإن العمثلة لا تتضمن قول الحقيقة فقط لكنها يعني ما يشي الإنسان بس يقول الحقيقة أبدا لكن تعني إذن ترك انطباع مناسب لدى الآخرين ترك انطباع مناسب لدى الآخرين فالممكن أن تقول الحقيقة ولكن تركك لدى الآخرين انطباعا سيئا هذه ليست سمة الأمان إنه أنا زي بتحكي كلام حقيقة لكن ترك انطباع سيئا ليست سمة شخصيا في شيء اسم المتج العاطفي وهو إنه أنا دوما إذا أردت أن أنتقد الآخرين فأنتقهم مع مراهات الشعور والأحاسيس واحترام الآخرين أريد أن أنتقد الخطأ وليس الإنسان فهذا الأمر عندما يكون الإنسان صادق عندما الإنسان يعمل عن نفسه هذا الشيء عندما يكون أنا صادق اليوم أحتيها بشكل حقيقي في حياتنا فير ناس وعجبني أحد الأصدقاء اللي قدم على الكثير من الوزايا قال في أحد الوزايا أنا ما روح علي هيا يطلبوني المقابل لأنه أنا صادق مع نفسي أنه أنا ما عندي المعلومات الكافية لهذه الوزّ 유튜� وبالتالي إذا لم يكون عندي هذه المعلومات الكافية فأن لشيء أ판ب ولك أن أحرج فيها هذه السقة هذه السقة أن أجل وأنه أنا لجب أن أشتغل أن يكون صادق مع نفسي أنا ضعيفي هذه النقطة كيف يمكن أن أؤمن هذه النقطة كيف يمكن أن أساعد نفسي بهذا الشيء هذا شيء أساسي كيف يمكن أن نزيد هذا الأمر بشكل كبير جدا فعلا المقارنة لأولاد بغيرهم محبطة ويجب أن نقارن تطور الطفل الآن بالماضي هذا شيء أساسي المقارنة هي خاطئة دون عندما نقارن أنفسنا بالآخرين ينبغي أن نقارن أنفسنا بما؟ بأنفسنا فقط كيف كنت وكيف أصبحت وكيف سوف أصبح أنا اليوم في بداية 2021 كيف أقارن نفسي اليوم على بداية العام ما هي مع إمكانياتي قدراتي مواهبي أو ما إلى ذلك في نهاية العام ماز أتعلم شيء جديد علاقات عن مستوى العلاقات العلاقات تجد يصير كل ما يصير الإنسان عنده علاقات أكثر بيرتاح اجتماعية بشكل كبير جدا ويصير عنده إحساس أكثر في أنه يمتلك قدرة على التواصل مع الآخرين إذن أين الخبرة كعامل التعيين؟ ليس شرط يكون في الخبرة بكل مؤسسات الزكاء الاجتماعي يعني فيه قدرة الزكاء يعني هناك فيه قدرة وخبرة لكن ما نفعل خبرة إذا ما فيه نزاهة شخصية ما نفعل خبرة إذا ما كان فيه طاقة وحماس حقيقة الخبرة ذكر من الأركان لكن في كتير مؤسسات تذهب إلى السمات الشخصية حقيقة إذا أردت أن توظف شخص فقارنه ما بين لديه مهارات ولديه سلوكيات لا توظف الشخص فقط على مهاراته لأن المهارات ممكن أن تعطيها إياه لاحقا لكن توظف الشخص على سلوكياته وأخلافه لأن الأخلاق صعب أن تؤيرها فلذلك من المهم جدا اليوم في كتير من العامل تشغل على هذا الأمر أنا كيف بدي كون قوي جدا كيف يمكن أن أكون هذا الشخص هنا عندما أضع هذه الأسئلة كثير من الناس تعتمد فقط على المهارات لأن أنا أطور هذه المهارات لكن الأمور الأخرى لا أطورها هي مثلا عندي مهارات رائعة أذهب إلى المقابلة لا أستطيع أن أتحدث لماذا؟ لأنني ليس نتيجة ثقة ليس نتيجة قدرة على النقاش والحوار لماذا؟ لأنني لم أجرب لم أتحدث أمام آخرين لم أجري مقابلة حقيقة في المنزل ما الذي يمنعني أن أجري مقابلة مع صديقي وأطور نفسي وأقيس كيف أتحدث ما هي الأسئلة كيف يمكن أن أحاول كيف يمكن أن أعبر على الرأي كيف يمكن أن أطور كل هذه الأشياء حقيقة يمكن أن تأتي وتعطيني بهم اليوم أكثر الناس الخبرة عظيمة جدا لكن إذا سألنا اليوم مع الخبرة مع مرور مع التطور التكنولوجي السريع الخبرة لا يمكن أن تكفي لأن معدل تطور المعلومات سريع جدا وبالتالي الذي زهب زهب وناس كثير ناس إلى خبرة من عشر سنوات في مواضيع اليوم ليس لديها مكان للتعيين لذلك ينبغي أن ننتبه لهذا الأمر حياة اللازلاز بس بشكل عام المشكلة مو بالدورات أغلى المنتقدين بلاقوا صعوبة بسنوات الخبرة المطوبة يعني اللي مو مستحين ينقبل بس إذا عمل دورات هو غير موضوع لكن أريد أن أوضح هذه النقطة الخبرة ممكن أن أحصلها في العمل التطوعية حقيقة العمل التطوعية ممكن أن أحصل فيها خبرة عندما أتطوع وأعمل هذه خبرة حقيقة وامتلك هذا الشيء لكن ليس كل الوظائف تطلب خبرات سأحكي قضية معي عندما عملوا دراسة وجدوا أن العلاقات 8% كل مرة نحكيها و20% السيرة الزاتية السيرة الزاتية كلها 20% ولضم منها الخضرة فبذلك اليوم أنت عندما تكون واثق من نفسك وعندك قدرات أنك تبني علاقات اجتماعية لماذا الناس ضعيفة ببناء العلاقات اجتماعية؟ يسعروا ضعف الثقة يسعروا بالحديث والحوار إذا ذهبت إلى اجتماع معين أو مؤتمر معين أو إلى تدريب معين لا أعلم أحد أبقى منعزل حتى ينتهي التدريب لماذا؟ لماذا لا أطلع أو ناقش أو حاور أو أطول نفسي وتعرف على فلان وتعرف على فلان ويكون كل هذا الشيء مهم جدا جدا الحامدة لله للتقدير والنقد الإيجابي خلال العمل له أكبر الأثر في تخطي التحديات مهما كانت أما تصييض الأخطاء والنقد السلبي ستجعلك تكره العمل مهما كان الأجداء هذا الشيء رائع أجداء في قضيئة بتقول للإدارة والمدراء أن الحوافز بعد العمل هي أهم من قبل العمل وحتى إذا ممكن تشوف الإنسان عم يشتغل شيء حلو أنك أخذوها بهذا المصرح امسكه ويعمل أشياء حلوة يعني شوف الإنسان عم يعمل شيء حفزه ذي السقر أنت رائع أنت عم تعمل شيء حلو كتير ممتاز جدا هذا الشيء عم تعمله رائع جدا هذا التقرير أنت وهي كمان عم تعمل شيء هني عم يعمله شوفه ردة الفعل رائحة جدا 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 خوض كل ما هو جديد نتمنى التعليق على هذه النقطة مفضلك أستاذ طاها بس خوض كل ما هو جديد كل ما هو جديد يكسبنا أشياء جديدة وكل ما تعلمنا شيء جديد إزالت فقتنا أكثر يعني اليوم نحن عندما بدأنا على هذا اللابتوب كنت أخافا لا أعرف الأزرار لا أعرف التعامل على هذا الأمر عندما كان ديسك هارد أو كميوتر مكتبي كنت عندما أكوس هذا الزر لا أعلم ماذا عمل اليوم عندما أنت تحمل هذا اللابتوب وتتعلم الإكسل تتعلم الورد تتعلم الباوربوين تتعلم كل هذا ماذا يعني؟ تتزداد ثقتك بنفسك تزداد قوة أكثر كل ما تعلمت شيء جديد كل ما ذات من قدرتك على التحكم بمشاعر عندما أخطت من نفسي أنا لديه معلومات فأنا قوي إذا لديه قدرة على أنه لكن إذا ذهبت إلى مقابلة وليس لديه القدرة على حل معادلة تكسب هل سوف أكون أنا واثق من نفسي هل سوف أكون أمتلك هذه الكاريزما مهما كان لديه كاريزما قوية لأني أعلم عند هذا السؤال سوف ألا أجيب مستمر ينمي الثقة ولما قرأت كتاب أنا أزداد يعني أعتمد حالي أعملت إنجاز وأفرح لهذا الكتاب وبالتالي هذا الكتاب يمنحني طاقة حقيقة ولما حضرت فيديو إيجابي أحفظه على رغم أنه موجود على الياتوب لكني أحفظه على الموبايل ليس حتى أرجع أضربه وشوف فيه هذا الأمر محمد يوسف تعزل ثقاتك وفيتاتك عن طريق المصارد وأنه المصارد الدليل مع الأسر لا يجب الثقة هذا وجهة مصر يعني كل الدراسات في العالم أنت المصاري بتعزز لك قدرتك على الشراء حتى إن المصاري نفسها لا يمكن أن تجلب السعادة بإمكانك أنك تشوف أنتوني روبينس بالتالي أن تشوف كل الذين كاتبوا الدراسات الدراسي في كندا لم يربط أحد السعادة مثلا بالأموال وليس السقة بالأموال يعني أنه في الاس كتير لديها أموال لا تتحدث ولا كلمة لا تستطيع أن تعبر عن رأيها أما من آخرين وتمتلك الكثير يعني يرون شخص يدفشوه باتجاه أنه يتكلم بصراحة بصريحة العبارة لذلك لا يمكن أن ننقذ بهذا الشيء محمود حميد بصراحة نحن فقدنا الثقة مع الموارد البشري اللي عم نتوزل سؤال حلو كتير طب لماذا ندرس على الموارد البشري ونتعلم كيف تشغل الموارد البشري لماذا؟ كل يوم كل يوم إذا أردت أن تعمل هذا الشيء أنا رأيي أنه يبدأ ببناء الثقة بقدراتنا عندما أكون أنا فرصة لا تعود وحلقات رائعة جدا مع الآخرين مش رح توقف الموارد البشرية أبدا رح يتصمو فينا لازم نقلب المعادلة في قضية مهمة جدا إذا كنا نعتقد دوما أن الخطأ في الآخرين فهي هي المشكلة هي المشكلة إذا دوما أنا نظرت أن الخطأ في الآخرين هي هذه المشكلة لازم أنا أبدأ من نفسي كيف أنا أكون أفضل لأنه عندما أغير أنا أغير كل الأمور معي عندما أتعلم كورس جديد صار عندي فرصة أكتر وقوية أكتر بهذا عندما أصبح عندي علاقات مع الناس ذاتي الثقة بنفسي أكتر أنه أنا قادر من هذه العلاقات كثير من يقول لك أنا ما بانك يبني علاقات لماذا؟ لأنه ليس قادر يحكي أمام الآخرين لكن عندما تبدأ تنخرط في العمل تنخرط في الورشات لذلك الورشات هي أكتر مكان أكتر مكان يتعرف فيها الناس واليوم باعتبار الورشات أونلاين كثير من الورشات أونلاين على برناموه الزوم أو برناموه الآخر ما بطلعوا وتعبر عن رأيك بصوتها لماذا؟ اطلعوا وعبر عن رأيك تحدث اسمع صوتك أنتو عم تحكي عندما تسمع صوتك مرة بعد مرة الناس بتدخل مرتبكين بأحدث الورشات بيدخلوا مرتبكين لكن بعد اليوم الثاني الثالث الرابع بصير أرياحية بتتنمي ثقتك بالحديث أمام الآخرين عندما تسمع هذا الصوت يجب أن نبحر ويجب أن يكون لدينا اطلاع ينبغي أن نتعلم لأن المعلومات لها دور كبير جدا في هذا الأمر كيف أن نزيد من نزاهتنا؟ كيف يمكن أن نزيد من نزاهتنا؟ علينا أن أحدد درجة النزاهة التي نتمتع بها فعلا الآن في النزاهة وفي هذه المرحلة ستجدر بك أن ترجع إلى الأسئلة التالية تعتمد على استبيان التقييم الذاتي أنا لازم نفسي أسئلة قبل الآخرين هل أحاول بصدق أن أكون آمينة في جميع تعاملاتي مع الآخرين؟ لأن الإنسان الصادق مع الآخرين برتاح هل أنا أكون أمينا صادقا مع الآخرين؟ هل أنا مثل بيبتزم في وجه الآخرين بيبتزم وأنا مبسوط بيبتزم عليه وأنا مبسوط بيتعامل معه كزميل كصديق كأخ وأنا حقيقة هذا الشيء؟ ولا لا وجوه آخر هل أقرم إعادة الأقوال بالأفعال؟ هل أنا فعلا بيحكي كلام بس؟ ولا بنكرونه بأفعال بيبتزم بهذه الأفعال لأنه هذا الشيء كثير ناس بتقول لك أنا حابب أقرأ أو أطور نفسي حيلو كثير وبعدين تراني لا أرى لا أرى شيء فتحت كتاب أو اشتريت كتاب أو أنتظر الكتاب ولكن لا لا أتحول إلى هذا درامب كثير ناس توقع بهذه المشكلة تعتقد أنه الإيجابية ممكن تخلق أشياء عظيمة جدا أنه أنا إذا صرت إيجابي خاطئ أنا إيجابي متفايل هذا الفهم للإيجابية خاطئ الإيجابية لا تعني أن يكون بس إيجابية يعني جميعا يعني أن أربط الأقوال بالأفعال لأنه دون فعل لا قيمة للإيجابية يعني أنا متفايل وأنا سوف الأمور تتغير وصوف تصبح الحياة عظيمة جدا وأنه واثر في قدراتي عظيم لكن لا أعمل شيء لن يتغير شيء ينبغي أن أكون متفايل أكون إيجابي وأنتخل إلى العمل هذا التفايل هو الوقود والإيجابي عندما أعمل فقط عند العمل تتغير كل المطيار دون عمل لا تغير دوما أنا أنتخل أرى الخطأ بالآخرين هذا الشيء لا يضيف فيه شيئا لا يغير فيه أي شيئا لا يحسن من حالي لا يحسن من ثقة بنفسي لا يحسن من شيء أبدا على العكس أحيانا الإيجابية عم تضاعف الثقة بالنفس كيف أنه أنا بشوف إيجابية وراحة وعيش وبقول صباح الخير وببعض رسالي صباحية وبيبتزم بس مش شعف الحياة حلوة بشوف بعتقد والله مش قليفيني إذن أنه أنا يعني مش عمل شيء إيجابي ما فعله فبعتقد أنه أنا هذا الشيء ضعف أنه أنا كنت إيجابي ما تغيرت حياتي لكن بعلم الفيزياء عندما يحدث الفعل تحدث الرد لكن دون فعل ما في نتيجة ولا شيء أي نتيجة من أن أبحثها إلى أسباب دون قيام بالأسباب ما في نتائج يعني نعمل قانون الجنون حكي عنه أنا شيء أن تفعل نفس الشيء وتتوقع نتيجة أخرى يعني أنا أذهب كل يوم إلى مقابلي وأتوقع أنه إنجح وأنا مش عم بعمل شيء جديد مش عم حسن بلغة التجذب تبعي مش عم حسن بشخصيتي مش عم حسن بمعلوماتي مش عم باستفاد من كل عملية كيف؟ لأنه يتغير شيء أنا عم بسرق بأتي هل أنا واضح بشأن قيمي؟ قيمي قيمي كثير مهم جدا قيمي ما هي قيمي؟ هل أنا صادر أمين باحترم الآخرين عندي حساس من المسؤولية العامة خصوصا بموضوع الوظائف والأمور هل أنا أذهب إلى الوظيفة لأنني فقط أقرن وظيفة بالمالهم أنا أذهب لأنه واجب علي أن أكون فعلا هل هذا الناتب الذي أأخذه حقيقة أنا أستحقه من خلال الأعمال؟ هل هي قيم حقيقية؟ هل أشعر بالارتياح تدفع عن هذه القيم؟ عندما تكون حقيقة قيم حقيقية كل إنسان إذا دفعت عن النزاهة والصدق والأمان أكيد لا أشعر بأنه شيء خطأ فيني لكن إذا دفعت عن شيء مش منطقي وأنه أنا خلقت تبريرات لأشياء مش موجودة هذا مشكلة جدا أو حالات سلبية هل أنا منفتح على إمكانية معرفة حقاق أخرى؟ قد تدفعني عدد تفكير في المشكلات أو حتى عدد نتيجة قيئة عدد تحديد القيمة؟ لازم كون منفتح بالتعلم على أشياء جديدة أنه تعلم كل يوم في ناس للأسر حصلت حالة بموضوع معين من المعرفين فقط مع مرور السنوات ما تعلم شي جديد الخبرة لا تنفع هنا أنت تعلمت الخبرة هي سنة سنتين ثلاثة أربعة نفسها عم تكررها لكن اليوم أصبح شيء جديد أصبح معلومات جديدة أصبح الأنترنت اليوم فيه أشياء جديدة أصبح الكابيوتر فيه استخدامات جديدة أنا ما تعلمت هذا المنوع بشيء الأشياء فقط على ملف واحد مثلا كل هذه الخبرة هل هذا يمنحني الثقاء؟ أبدا لا هل أنا قادر على الوفاء بالالتزامات التي أقطعها على نفسي؟ دائما سؤال لي ولك ولكي وليها ولهو لكل الناس سؤال سؤال من يستخدم قدراته 100%؟ من يستخدم؟ كنا من يستخدم؟ هل أنت أو أنت تستخدم 100% من قدراتك؟ ولا أنت ليس كنا نستخدم هذه القدرات لو استخدمنا واحد من ميز زيادة هل ليس من الأفضل؟ أنه أنا عندي قدرة عم استخدمها لو زدتها واحد هل يدفعني من الاتجاه الأفضل؟ تصدقوني كل شيء تعملوه بحق أنا قرأت كتاب وتعلمت منه بزيد ثقتي بنفسي عملت ورشي ليس فقط من أجل أن أأخذ الشهادة ومعلوماتها بالذهن ترسخت وسجلت ثل المعلومات وكاتبتها على ورقة مش مثل هاي الوافقة مع هاي خربة شاك بتعزل ثقة ولا لا؟ بتعزل ثقة كتير لأنك بتروح على المقابلة وانت بتمتلك هاي المعرفة هذا الكناب حكا حد أصدقائي اسمه حسار قال لي في بداية الأمر كنت أخاف من المقابلة لا أستطيع أن أتحدث غير واثف من معنواتي بحقيقة الأمر قال لي ولم أنجح ولا في مقابلة لكن في يوم من الأيام أردت أن أكون مختلف أردت أن أبحث وأتعلم عن الموضوع الذي أريده هو أن أقرأ حتى بحث عن معلومات غير موجودة أصلا الدكتور اللي بدي أعملي فيها المقابلة مش عنده اطلاع لي معلومات حديثة جدا وعندما تحدثت فاجعت الأخرين كنت قوي في المقابلة كلما تطرحوا لي سؤال أجيب وعندما أجيب بشيء رائع جدا ترزد مسؤولية التقيقة يعني كانوا عن مشحن بالطريق كلما تطلعت شمس كتير ترتفع الكهرباء بالطريق صح؟ لماذا؟ لماذا نحن لا نعمل على هذا الشيء؟ هل أضيف الإنسانية من خلال عملي؟ مئة بالمئة الإنسان هو إنسان والعمل الذي يبعد عن الإنسانية يبقى مجرد عمل جامل حشبي خلينا نسميه أي تسميه لماذا ينتزهب المتعة في العمل إذا أنا عملت فقط من أجل المتعة؟ ينبغي أي عمل أقوم فيه عندما أذهب إلى مخيم أو أذهب إلى الناس أو أذهب خل الحماس وخل الإنسانية بتحس بقدرة هذا العمل وعظمته محمد عمر عندما نكون واضحين وصريحين وواقعين مع أنفسنا وعندما نكون بهذه الصفات نكون قد دخلنا بقوة في أي عمل لأن قوتي تنبع من صدقي ونزاهتي أنا ما فيني أقول لك غير عظيم كلمات عظيمة جدا ورائعة جدا وتختصر كل شيء عندما تكون صادق مع نفسك ونزاهتك أساسي بتدخل بأي مكان وانت قوي ما بتحجر أبدا لأنه أنا بعرش عندي إمكانياتي الكثير يذهب يعني يخضع نفسه للأسف بدي حكي هذا التعبير أنه أنا يعني بحضر بعض المعنوات وحضر هذه الأمور أنه على أمل أنه حسب يعني إنسان الذي يتصل قابل بيوم ويقول لي لديه غدا مقابل ما هي الأسئلة التي ممكن أن تأتينا وما هي المواد التي ممكن أن أستطيع أن أقرأها هل بيوم واحد بأمر وشرين ساعة ممكن أن نحاقق أشياء أبدا ثم أنا قدوة لغيري؟ طبعيا كل إنسان قدوة لغيري كل إنسان قدوة في هذه الحياة قدوة عندما أحمل شيء المفروط أنا كل عمل أرتبط في الآخرين إذا عردت السعادة هي رسالة الصباحة اليوم فعلي أسعاد الآخرين وأถردت أن يكون ناجح عليه التعاوم مع الآخرين وأشد أن أتكون متفوق علي أثاعد الآخرين في كل شيء ينبغي أن أرتبط وعربط في الآخرين أنا قدوة في كل مكان هل أريد أن أكون قدوة سيئة أم جيدة وكل إنسان يقتدي به بشيء إيجابي عظيم جدا تزال ثقة بنفسي حقيقة وتزال ثقتك بنفسك وتزال ثقته بنفسك هل أنا مرين ومتطور إذا لم أكن مرين ومتطور نوكيا لم تكن مرين ومتطور وذهبت أين نوكيا اليوم لم يكن عند هذه المرونة في التعاطي مع التطور والحداثة كثير من الشركات العالمية الكبرى أصبحت من الماضي ياهو اللي كان يوم من الأيام لم يكن مرين أبدا سهل وهكذا الكثير هناك إلى قدراتنا من اكتشفها من أنفسنا الكثير من القدرة بحر من قدراتنا من اكتشفها مع أنفسنا التعامل الطيب معظم الوقت عندما نفهم ضعفهم أو عم ينفهم ضعف لا لا أبدا 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 التعامل الطيب هو سمة الإنسان الطيب بهذا الأمر أبدا أكون طيبا دوما وليس هو ضعف لكن هذا الأمر هو مقاييس ممكن نشتغل فيها الضعف غيرنا يكون إنسان قوي معلومات قوية مع معامل الآخرين شوف ما قالك كل إنسان يتعلم أشياء كثيري بيصير أكثر تواضعا كل إنسان يتعلم أشياء قليلة بيصير أكثر غرورا لأن كل ما تعلمنا كثيرا يكتشف أنه حجم معلوماتنا قليل جدا يعني كل أنا ما بقرة أو أتعلم أشياء جديدة فأحسن هذا ضعيف فلذلك ينبغي أن نتعلم أشياء جديدة هذا الأمر الذي ينبغي أن يقوينا محمد عمر على القراءة سر من أسرار القوة الشخصية وعدم المبالات من أي مؤ عظيم القراءة الحوار النقاش والشياء العظم حتى أقول لكم شو نتعلم أي معلومة حتى نرسقها ويكون سرقة فينا قوية عندما أقرأ حاول تعلمها للآخرين عندما أقرأ أي معلومة حاول تعلمها للآخرين وسع فيها الآخرين أنت بتحس بهذا الشيء القراءة تزيد معلومات وقمت معلومة تعطي الثقة والقوة أكيد أستاذ يحيط القراءة لكن كل معنومة تقرأها وتتعلمها حتى تقود واثق منها أنقلها للآخرين تترسق عندك أكثر ويكون فيها قوة أكثر أول أي في القرآن أقرأ وهنا العبرة أقرأ حقيقة النداء لكل البشر هي أنك تقرأ لأن القراءة هي كل ما قرأت وتحنمت أكثر شعور كلها عندما نكون في الجامعة خلينا نقول بهذا الأمر عندما أكون أنا أحضر وقارن منهج أكثر من مرة وفهمها لأنني تكون ثقتنا بأنفسنا رائعة جدا لكن عندما أكون غير مبادرة رائح وأنا متخول مرتبة لا أمتلك القدرة أتاق أرجف أحيانا لأنني ليس حضرت جيد هذا الشيء يجب أن نتبه عليه التعامل بإنسانية تترك أثر إيجابي حتى بعد انتهاء العمل فقط تنهي عملك وتترك المكان الذي عملت فيه ولكن يبقى أثارك وذكر الطيب هذا الشيء أساسي عندما تعامل الناس بإنسانية أنت تكتسب الناس وهذا أعصم شيء أصلا حقيقة حتى تتزال ثقة علينا أنه تكتسب الناس وليس الأشياء وليس أنه أذهب إلى العمل لأنني أريد عمل أو أريد راتب لا عندما أذهب إلى عمل لماذا أخذك هذا الجو الحلو كلما ذات معارفك الاجتماعية كلما أنت صرت تعيش بريحية أكبر لأنني تحس أنه أنت محبوب من الآخرين تحس من أنك شخص كثير عندي صديق وقد يكون قريب مني جدا فعلا عندما يكون تمنحه ثقة حب الناس كنا إذا ما أرى الناس تحبنا بزيد من سيخت طب ليش هاي ثقة حب الناس إجاب لأننا نحن نخدم الناس ونساعد الناس ونحب الناس فبالتالي راتب فعلا شو بدأتهم مباشرة عندما أريد أن أقدم لأحد ورده لا يمكن أن يحتفني بيطوبح حقيقتا يمكن أن يعطينا وردتين كلمة طيبة يمكن أن يعطيني فهذا كله يعزز هذا القضية الأساسية سأحكيها في الثقة أنك أنت تكون مبادر لا تنتظر من الآخرين قبل أن تقدم قدم أنت لكل شيء تريده لكل شيء تريده حتى الثقة أنت تقدم لها الثقة لا يعني لا أنا وأصحى أو أنا واثق بنفسي عظيم رائع جدا لا تحتاج إلى أن نحن نعمل عليها بشكل كثير مهم جدا الأساس الثاني شوفوا شوفوا النية تصور النية الأساس الثاني الذي يتعامل مع مسائل الأثقة هو النية وهذا الأساس يتناول دوافعنا وأهدافنا الخاصة وشلوكنا الناتج يعني نيتي أنا ليش لو أين عايش بهذا ما أنا حياتي لو أين ليش صح الإنسان بيكون عنده أهداف واضحة ومحددة وعنده دوافع حقيقية وتعتمد على المصلحة المشتركة بحبار أخو عندما يكون اهتمامنا بأنفسنا فحسب لكنه ينسحب كذلك على الأشخاص الذين يتعامل معهم أو نقودهم أو نخدمهم فإننا عندما نشف في وجود أجندة خفيلة دى شخصنا أو لا نصدق أنه يعمل مصلحتنا فإننا نبدأ بالشكل في كل شيء يقوله ويفعله حقيقة الزرع هذه الثقة في الآخرين ممكن نعكس علينا بشكل إيجابي وبيتيل إذا أردت أنا يعني كون واثق في نفسي بتعاون مع الآخرين أنا لازم أعطيهم هذه الثقة أوسر فيهم وتعاملوهم خلال المصلحة المشتركة من خلال أنه أنا موجود هنا لكون جزء وليس شخص جزء شو دوافع في هذا العمل هل هي دوافع أنه أنا أدخل فقط لأعمل أم أكون ضمن هذا الفريق وضمن هذه الروح وضمنها وبناء البيئة الثقة المناسبة فلذلك ما هي دوافعنا ما هي سلوكنا الناتج عن هذا الأمر وكل من النزاع والثير ما تعلقان بالشخصية عن شخصية الإنسان أنا ما فيني أدخل عن نوايا الإنسان لكن هذا الإنسان النوايا تظهر لحقا لا يمكن أنه نخفي النوايا النية هي الخطة حقيقة أو الغاية أو الأهداف اللي أنا عمشة ليش أنا عمشة بهذا المكان أو لماذا وهو تعريفها اللغة وهو كما ورد في المعاجر وأنا على خنابي أنا نقاش نحول النية لأنه أنت مكن يتأيكم دون الحديث عن ثلاث أشياء هي الدافع الأجندة والسلوك الدافع هو السبب في قيامك بأمر ما السبب الذي يحفز الفعل ليش أنت عم تحضر هاي الورشة أو أنت ليش عم تحضر هاي الجلسة ليش أنا عم بقرأ هذا الكتاب لماذا أنا أعمل هذه الورشة لماذا أعمل هذا الشيء الحقيقي ما الدافع لازم يكون عندي هدف لماذا أنا موجودية للحياة عندما يكون لديها هادف واضح واضح هذا يعطيني ثقة كبيرة جدا أنه أنا عمشة من الاتجاه الصحيح أما لكن لم يكن لديها هدف فأنا عايش يوم بيوم ليش عايشي مثل العالم يعني الحم بالله رب العالم لذلك يجب أن يكون عندنا هدف مشكلة النجاح مشكلة كل شيء أصلاً موجودة اليوم على مسؤول الناس فيما في أهداف مش أهداف مكتوبة أهداف واضحة و لكن قياس لأن وجود الهدف خمسين بالمئة من العملية اللي بتقود إلى الاتجاه لأنه عندما أعرف الهدف بعرض في أهداف أي إنها لا يعني ولكنما لا يعني و كنت في الهدف و بيجي الآن فأي اتيت الاستقة لأ بدون تعطي أبلد بشاض ting لأφداف حتى تحقيق ولكنني أعطي الأ 명ع و لكن أصدقت الهدف Late أ presumably رنض على حق و سأحدث و قية و كل Ivy حققت في انتجاه هذا الأشياء كل مادات الثقاتي بنفسي أكتر. لذلك لازم يكون عندنا هذا الشيء. ما هو الدافع اليوم بالشيء اللي عم نقوله؟ لازم ننتبه إلى هذا الشيء. إن الدافع ولد أكبر قدرة من الاهتقاء والاهتمام الصادق الاهتمام بالناس بالأهداف بجميع ما تفعله بالمجتمع كله كفكر. لازم يكون عندي أهداف مجتمعية مجتمعية أهداف تعاونية مع الآخرين. عليه الاهتمام بك أو بالعمل أو بادئ أو القيم. أي شخص يقلل هذا الشيء؟ سنعكس عليه على الثقتك بنفسك أو على الثقتك بنفسك. لكن شو اللي بيقللهم؟. ليس الآخرين أنا اللي بقللهم. كيف؟ لأنا بقلل الاهتمام بالآخرين. الناس بتقلل اهتماما فيه وبالتالي الثقتي بتزيل وبصير إذا واحد سلم علي أو ما سلم أو ما انتبه؟. طب ليش؟. بصير أنا أفكر هل في شيء؟. بيبدأ الحوار الداخلي. الحوار اللي هو علاقة مع المفهوم الذاتي. هل أنا عندي أخطاء؟ أنا عندي تصور. هل عندي هذه الأمور؟. وبتالي بديع بهذا الشيء. لا يريد الناس سوى معرفة أن هناك أشخاص على دراية بهم ويهتموا لأمرهم. كلنا منحب. كل الناس حتى نكون صريحين. نحتاج لنعرف أن الناس بتحتم لأمرنا وبتحب نكون ناجحين وبتحب نكون متفوقين وبتحب نكون رائعين. وبالمقابل في ناس ناطرة من لنا نقوم بهذا الشيء. أنا إذا أرد من الناس هذا الشيء يمكن أن أقدم هذا الشيء. هذه هي المواطنة. الأخذ لا يمكن إلا أن بعد التقديم. دينيس بي ليسترينغ نائب الرئيس الأول السابق لشركة إيكون أوفيس. قال إن الثقة التي نحملها للناس وللمؤسسة تتأثى جزئيا من الاعتقاء بأنهم يبالون بنا ويهتمون لأمره. إن أنني تذكر وأنا طفل يقول عندما كان ولدي يعقباني على مخالفة أو أخرى إنه ما كان يفعلان ذلك بهدف الحب وليس بهدف أنه هني يريدين أن يعقبوا هذا الشيء. إنني لم أطر حب العقاب. كنا مش من حب العقاب. صح؟ وكنت غالباً أصعد منهم ولكنني لم أتشكك مطلقاً من قلبي أو عقلي. في أن والدي كان يفعلان هذا الاهتمام مهم به. كثيراً نحن في حياتنا في ناس كل إنسان موجود بحياته شخص يبرر له كل شيء. لماذا؟ لأنه يوثق في أمسيخ ومطلق أنه هذا الشخص يحبه. هذا الشخص مهما عمل معي مش رد على هذا مش عمل هيك. لكن أنا ببرر له. لماذا؟ لأنه أنا أعرف واثق أنه يحبني وأنا أحب هذا الشخص. طب إذا أنت واثق كثيراً ممكن أعمل هذا الشيء مع الآخرين. وجدت الكثير يفتقد الثقة بسبعة موجود معنى لحياته. فكتور فرانكل في كتاب عن معنى. فكتور فرانكل هو اللي كان بأحد السجون النازية وماتوا كل زملاءه إلا هو فقط. لماذا؟ لأنه عاش هو اللي يستجعل حياته معنى. واثق وظل عنده وثيق أنه يخرج من السجن. وظل يعيش على الصور اللي يرسمها خارج السجن. هو اللي كان يلعب تينيس وليعمل. كل يمارس حياته وكنه بصورة كانوا على تفراج عن فيلم سينمائي. كل يوم يشبحاله هو بطل الفيلم. وعاش ومنما هيلتقى أنه حتى بالأخير خرجه. هذا الشيء اللي ممكن يعطينا أشياء مهمة جدا وجدا. نعود إلى أميزا على البول. لا تكفي القراءة بل المهنة والتطبيق والخبرة والحياة العملية تذكر الشخصية وتجوهرها. أكيد. كل شيء يكمل شيء. القراءة أمور نظرية. نطبقها بأمور عملية على الحياة. عندما أكتسب معرفة. ونطبقها في التعامل. عندما أقرأ كتاب الذكاء الشيء معي لطوني بولسان. كيف أتعامل مع الآخرين. أو كيف أقرأ الكتاب العظيم جدا. كيف تؤثر في الآخرين وتكتسب الأصدقاء. هو يعتبر الكتاب من أعظم الكتب في القرن الماضي. بالإضافة لكتاب العدد السبع. كيف تؤثر في الآخرين وتكتسب الأصدقاء. عندما أقرأ هذا الأمر، نلاقي ما له إذا ما طبقتم في حياتي؟ كل شيء ينبغي أن يطبق له. أتضع على أن يكون شخص مبتسماً دوماً طوال الوقت. حيث أن أبتسماً هي كلمة سرين العلاقات جيدة. تمنح الشخص الانطباع الجيدة وتعادل ثقته بنفسه. 100% سأستاهل. عندما أنت ترتسم. عندما أرسم هذه البسمة على وجهه. ليس أرسمها زيفاً. إنما أعيشها هكذا. عندما تبتسم. عندما تبتسم. أضنات الوجه التطهية. عندما أنا أحكي صراحة. عندما الإنسان يبتسم. يزداد نسبة استيعابه 14 ضعف. عندما يبتسم. ويتنفس بشكل جيد. بين الأرئاتين. يزداد نسبة استيعابه 18 ضعف. بالتالي. تصوروا أن الابتسامة ليس فقط. من نحن الوجه البشوش. وإنما تفيدنا في الزاكرة. والحفظ والاستيعاب وما إلى ذلك. لذلك. إذا أردنا أن نكون عبوسون وحزنون. تعكس الاستيعاب. تنزل ثقتنا بقدراتنا. هذا الشيء مهم جدا. عندما نعملوا بالنيات. وكل مرأة المنوع النية هي القصد. عندما تكون نيتك صالحة. لأنه الضمير ماشي مع هذه النية. عندما يكون نيتين. وأنا أكون رائع مع الآخرين. وكون صادق بهذا البرنامج. وأقدم هذا البرنامج بقدر أن أستطيع من صدقها. وأعداده. وأنه هدفه وساعد الآخرين. وليس شيء آخر حقيقة. كون مرتاح. أتعب حقيقة. وليس مرتبط بأي أمر آخر. أنه نحن نوصل الرسالة للناس. ونساعد الناس في منازلها. ونوصل أكبر عدد من الناس. فلم يكون هذا هو الهدف. والنية المبنية عن هذا الشيء. فيكون المعاملة السهلة مع كل الفريق. اللي نحن نتعامل معه. وليس في أمر آخر. لذلك أحياناً المال يدمر النواية. إذا دخلنا المال بأي عمل. وكان هو الهدف والقصد يدمر كل الأمور الاجتماعية. والتالي يقضي على هذا الشيء. في رأس السطيف. الثقة بالذات بدون معارجة القدرات وتحديد الأهداف تصبح تهور. لذلك همهم جداً معارجة الذات وتحديد نطاقها القوة وتطويرها وتحديد نقاط الضعم وعاجدها. عظيم جداً. الثقة بالذات راح نحكي عن الإمكانيات التي يمكن تنفعنا. لكل إنسان رسالة. وخلقه الله لينفع البشرية. علينا أن نكتشف أنفسنا. علينا أن نكتشف أنفسنا. شكراً لهذه الكلمة. فعلاً تختصر أشياء كثيرة جداً بثقة. علينا أن نكتشف أنفسنا. يقول يحيا بمعنى أن يجب أن يكون صاحب رسالة وترك أثر إيجابي بمن هم معي في العمل والأقارب والمجتمع. مئة بالمئة. كان لديه صديقه حقيقةً. حريج جامع بشهادة مرموقة. وقد أدته العديد من الخلاص للتوضع في مناصب جيدة. لا أعرف كيف يسمعني الآن. لكن كان يرفق باستمرار الوظائب. وقد استدركت لاحقاً السبب يعود إلى عدل ثقاتي بقدرتي. حقيقةً. لا أشتغل. لا أتعمل مع الآخرين. فكاني خاف من أن يجلس على مكتب. أحد يطلب منه شيء لا يعرفه. أحد يطلب منه ملف إكسل لا يستطيع أن يعرفه. ومعنوه خريج جامعة. فدوماً أراد أنه يبقى بعيد. حتى ما ينحط بهذا الموقف لا أعلم. لا أستطيع أنت خريج جامعة لا تعلم أن تكتب على الورد فمشكي. لا تعلم أن تعمل على إكسل فمشكي. لا تستطيع أن تتعامل مع الإيميالات فمشكي. فبالتالي دوماً كان يبقى خلف ستار. أنه لا أحب الوصائل. لكن هل نجح في هذا الأمر؟ هناك أثناء. أنا لا أعلم أن أتعلم. لم أخلق لديك كل الإمكانيات والمعرفة. بل تعلمت وتعلمت وتعلمت. وليس لديك فضل. إنما الفضل لله في هذا الأمر. وحتى الآن هناك منهم أعلموني بكثير. لكن علي أن أصير في هذه الحياة. وأنا أبتسم وأعمل بشكل حقيقي جداً. العامل الثالث. هي الإمكانيات. الإمكانيات والقدرات اللي حكيناها. ما الإمكانيات والقدرات التي يملكها؟ والتي تجعني أن تمتع بالمصدقية وملهماً للإفتق لدى الآخرين؟ أنا لازم أعرف. أنا، أنت، هو، هي، ما هي الإمكانيات؟ أنا بماذا أمتع؟ أنا أستطيع أن أتحدث أمام الآخرين. لديك قدرة على التأثير. لديك هاريزما مثلاً. أمتلك معلومات في مواضيع الإدارة المالية القوية جداً. أنا أستطيع أن أوضع أشياء وأشياء 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 ما الخبرة التي أتمتع بها؟ لماذا أنا خبير؟ في تنمية الإمكان تؤثر على ثقة بنفسي؟ ما أنا أعمل شيء ممكن أن أثر على ثقة بنفسي؟ ما الأثر الذي يكون لعوامل مثل التكنولوجيا؟ والعون مع الأهمية القدراتي الحالية؟ حلو وعظيم جداً طبعاً اليوم إذا أشتغل بتحليل البيانات أو القيامة أو عندي هذه المهمة، ما يمكن أن يفيدني بهذا المجال؟ ويطورني؟ إذا عملت هذه الورشة، إذا عملت هذه المعلومات، كيف أتطور؟ عندما أزل هذه الأسئلة وأجاوم عليها وأبحث عن حلول لها أنا أزيد إمكانياتي قدرات أزيد مهارة أزيد إمكانيات عظيمة عندي فهذا الأمر يجب أن نتبع عليه وإنطلق منه في استرانة الأبعاد المتعددة لإمكانيات يمكن أن نستخدم المختصر الإنجليزي تاسكس وهو المواهب والتوجهات والمهارات والمعرفة والأسلوب دعونا نحكي شوية شوية على شكل مختصر المواهب ما هي؟ المواهب التي خلقت منها التي هي ممكن أن أكون مبتسم أو لديها قدرة على الإقناع أو لديها حديث أو ما إلى ذلك أو أنت تمتلكين هذا الشيء ما هي المواهب التي تتفرط بها أنا غير آخرين؟ ممكن أن هناك ناس عندها طير أسلوب اجتماع أن تقدر تخرق أي القلوب بأي مجال، أنا أجلست كل الناس تستمع إلي ما هو أعلى وأفضل استخدام مواهب؟ أنا أستخدم هذه المواهب؟ كيف يمكن أن أتعظيم هذه المواهب؟ أن تتمتلكها لأقصى حد؟ لازم أعرف مواهبي وحطها بهذا المكان الذي أنا أشتغل عليه أحسنت أحيانا في وقت بالصعوبات أرسم على واشي ابتسامة وأمشي مبتسمة وفكر في الشابة واضحة، وهذا الشيء العظيم اضحكي، لأن الإبتسامة بتساعدنا كثير على أن نكون فعناً أقوياء عندما أريد أن أدخل إلى مكان مقابلة يجب أن أبتسم وأخذ نفس ودخل، وأنا عندي هذه القدرة سؤال مهمة، كيف يعرف الشخص مميزات نفسه وليهم نفسه؟ بكل بساطة، لازم الإنسان يعرف هو كيف يمكن أن يؤثر على الآخرين المواهبة، هذا الأمر لا يوجد وهم يقدر أنا، وين نقاط القوة التي عندي؟ كل إنسان يعرف نقاطه، يبغي أن أدرك أنا وين نقاط قوتي وين نقاط ضعفي وين نقاط قوتي، كيف يمكن أن أعززها؟ ليس أن أرى أنها رائعة، نقاط القوة مهما كانت قوية إذا لم تستمر في دعمها سوف تضعف فبالتالي، لازم أنا أدرس وأرى مواطن القوة الموجودة عندي بعد المواهف عن التوجهات، ما هي توجهات نحو العمل؟ نحو الأسرة، نحو المجتمع، نحو الحياة، نحو التعليم والنمو ما أنا كنت أتعامل مع هذه الأمور؟ أنا هناك توجهات وأسالي بأكثر إيجابية، هناك فرق كبير ما بين التوجهات نحو الحياة بأن أكون إيجابي أو سلبي يعني أنا أذهب إلى العمل، ماذا أقول عندما أتهاب؟ أنا لا أضطرر أن أذهب إلى العمل، والله أنا أريد أن أصحاد يوم الصبح بكير وأن أذهب إلى العمل لأنه مطلوب من أن أذهب إلى العمل بينما أنا أشعر بحمالشة حقيقية في انتهاب إلى العمل حيث يمكن استخدام مواهبي ومهاراتي والإسهام الحقيقة، كذلك لماذا كثير من الناس اللي يحبوا العمل تبعهم بشومهم راحين على العمل قبل الوصيل؟ دوام الساعة تسعة بشوم الساعة ثمان، لماذا؟ ما الذي خناه؟ توجهاته نحو العمل، لأنه يحس برقب كبير بالعمل يقوم، يحس بمتع بهذا العمل هذه التوجهات الأساسية، إذا أنا كرهان العمل فهناك شيء يأثر على هذه الثقة بخدراتي فلازم أن أتبع توجهاتي بالنسبة لشركة الحياة التي أعيش معه أو العسرة إذا كنت توجهاتي تكون شريك حياتي ليفي بإحتياجاتي في الزواج، ليس يجلس معي، ليس قاعد معي، ليس مهتم لأمري، ليس كثير أشياء سؤال العظم، لماذا لا يكون توجهي بحكس ذلك؟ ما الذي يمكن فعله؟ المساعدة لشريك حياتي ليكون سعيد المناظم، هذه توجهات فريدة إنسان ليس معي، أي زوجين ليس يتعاملون مع بعضهم، لديهم ثقة ومعي ذلك بأنه عنده هذه القدرات أنا أكيد ممكن أن أساعد الطرف الثاني حتى يكون رائع، لأساعده أنا حتى يكون رائع منعكس عليّ، بكل بساطة، عندما أذهب من العمل وأنا بكل راغب، بكل إجابي، منعكس عليّ، وعلى ثقة بنفسي، وعلى قدراتي، أنا استطعتهم بالتعامل مع زملايا في العمل، بينما أنا الزاهب الصبح تعبان وداخل تعبان، وراسل وجهاني، وانا كرهان اليوم الذي يأتي على الشدر إذا كان لديك فتقتي بنفسي وتعامل الآخرين معي، وممكن لا تدخل عليّ عن مكتب، ويوم بعد يوم بعد يوم، ويوم بعد يوم، وأشعر حسني إن أنا منعزل لماذا؟ لأنني خلقت من عيزاني، ولماذا الآخرين لا يريد أن يتعاملوا معي، ولكنه أنا لا تتعامل معهم، هذا الأمر يجب أن ننطبئ عليه بكل بساطة، بعدها عندنا المهارات المهارات التي أمتلكها هي المهارات العملية اسمها تقنية هل أنا أستطيع الكتابة على الانترنت هل أتحدث لفات؟ هل أنا أمتلك قدرة على أعداد ميزانيات مواسنات أعداد مشاريع تقارير إنجاز مهارات في الإلقاء والتحدث مع الآخرين مهارات كثيرة جدا ما هي هذه مهارات لازم أعرفها حكينا المواهب التوجهات المهارات أعرف هذه مهارات بعد الفوز ببطولة الأساتذة بإثنتي عشرة ضربة محقق الرقم القياسيا في عام 1997 ورحلة مبكرة من مشواره المهني قرر مين؟ تايجر ووتس المعروف على نحو الواسم يعني هو أفضل لاعب جولفي زماني أفضل لاعب جولفي زماني وقفوا جلس قال أنا بحاجة لتطليل طريقة في تزديد التصويبات وكان مستعداً يدفع ثمن هذا عاماً ونصف من حياته من الركود فرق اللعب ضل سنة ونصف يبحث كيف يطور نفسه جلس أنا صحي أفضل لاعب لكن لا يعني أنه أنا ما بتطوره وقف عنه أفضل لاعب جاس سنة ونصف يشتغل على هذه المهارات يطور نفسه حتى بالأخير حقف ما أراده لكن اليوم هل نحن نعمل هذا الشيء؟ هل أنا أقف وأطور نفسي باستمرار؟ هل أنا أحرم نفسي باستمرار؟ كثير من الناس الذين يريدون أن يدخلوا بالتدريبة يصبح مدرباً حظيم جداً ترى يبحث على أنه يبدأ فوراً بدون ما يطور نفسه بدون ما يعني عمل أو دورة معينه واندخل إلى العمل هل سوف يحرم نفسي؟ أنا أحتاج أن أتعلم يوم بعد يوم وأسأل وأقرأ وأبحث وأكون أنا أسلوب ذاتي وأمكون أنا مادتي حتى تكون قوية كيف يمكن أن أطور هذه المادة؟ كيف يمكن أن أضيف هذه الأشياء الرائعة جداً؟ يمكنك أن تحظى بأسبوع رائع حتى أنهم تكون تزديد مدربك جيداً لكن هل يمكنك البقاء في المنافسة على البطولة؟ بهذه التزديدة؟ أفداً يمكنك اليوم تكون بوظيفتك وتحظى الوظيفة رائعة جداً لكن في المستقبل إذا تطورت المعلومات هل أنت جاهز لأن تنافس أم سوف تسقط؟ لماذا لا نسأل الكثير لماذا لا يجدد لهم؟ سؤال أنا لم يجددني في الوظيفة دوماً أقول أنهم لا يحبّوني أو الواسطات هل أدركت أنه أنا ممكن يكون السبب؟ أنا لم أطور نفسي لم أبحث عن ذاتي لم أبحث عن أن أكون أفضل لم أعطيهم شعور بالحماس والقدرة والتعاطم على أخرين الذين لا يجددون لهم ليس بسبب المهارة في كثير من الأحيان لكن بسبب السلوك وسبب الأحلاق أحيانا لذلك ينبغي أن أهتم بهذا الشيء هل نطرح أن أنفسنا الأسئلة من هذا النوع؟ كما أستطيع أن أبقى منافساً قوياً في مجال العملي؟ كما أستطيع أن ننافس في مجال العملي؟ إذا فتحت المجالات هل يعملوا بالمنافس؟ إنه نحن نبقى بالمكان الذي نحن فيه؟ كما أستطيع أن ننافس؟ إذا افترضنا مراحل خروج من المغلوب؟ دعنا ناخدهي كما أستطيع أن أصل إلى الأربع الأواعي؟ هل معلومات وقدرات وثقة لنفسي عندي هذا الشيء؟ أم لا أجب أن أطوّر هذه الأمور؟ هل أتقدم بشكل أفضل أم لا؟ لذلك ننتبه بعد ذلك ننتبه الرابع عن المعرفة المعرفة ما المستوى الحالي المعرفتي في مجال العملي الخاص؟ ما هي إمكانياتي؟ معرفة معلوماتي هذه المعلومات والقدرات والخبرات وما إلى ذلك المعلومات التي أردتها اليوم أنا أخذت درست اقتصاد محاسب المعلومات أخذتها في الجمعة ما فيهت أبدا بعمل المنظمة لكن معلومات رائعة جدا لكن إذا أدخلت على تقرير المنظمات غير الربحية كيف نعاد سياسة المنظمات الربحية كيف نعاد وثاق الشراء والمسل كل هذه لم أعرفها هل المعلومات تنافسني؟ لا هذه المعلومات لا تفعلني معي معلومات رائعة جدا في الشركة لكن لا تجد شيئا إذا أردت أن أنافسي يمكن أن تكون في الميدان المناسب حتى أعرف كيف نعمل التقاتي في ناس يقول لك أنا معي شهادة رائعة جداً شهادة جامعية أخف عندي هذا الشهادة عظيم لكن هل تفيد العمل؟ لا طب لماذا أطور نفسي من هذا العمل؟ وخلي معرفتي رائع بالإضافة للشهادة الجامعية نظيمة لهذه العمل هاي المعرفة هاي المعرفة لا تكتسب بحضوري لورشي فقط لمجرد الحضور وأخذ الشهادة أبداً ولا مجرد قراءة كتاب لازم أنا ضافر أحضر ورشي وأتعلم أقرأ وأبحث عن الانترنت وأحضر يوتيوب أنا كون هذه المعرفة وأبحث وأسأل في شخص الفناني يشتغل بهذا المجال يسأله شخص الفناني عنده خبرة يسأل يستفسر يعني لا أحد سيسأل يقول لأستاذة بهذا الموضوع يقول لأ مش ممكن أعطيك إجابة كل الناس يتجمع لكن لا أحد يسأل اليوم أنا بدرو أعمل مقابل لحد يسأل موارد بشري شو الأسل التنسائل وكيف ممكن أتعاطى معه أنا بعض صديق موارد بشري وأسأل صديقي كيف ممكن أنا إذا أعطيت معي الأسلي كيف تحللوا الإجابات لذلك المؤكد لذلك المؤكد أن زيابة المعلومات أمر حيوي في الاقتصاد العالم اليوم أمر حيوي حيث يتطعب من وقت مورد العالم من المعلومات كل سنتين أو سنتين ونصر يعني كل سنتين سنتين ونصر تتغير المعلومات والزيد معلومات جديدة طب إذا أنا ما أتطور خلال سنتين ونصر أصبحت من الماضي اليوم يصلوا ثلاث سنين ونصر بمعلومات جديدة أصبح من الماضي الخبرة طبعاً أصبحت من الماضي حتى لا يتحدث في المستقبل ويقول أنه عندي خبرة المعلومات تحدثت كلها أنا خبرات في ما مضى حلو عظيم جداً لكن ما مضى أصبح من الماضي اليوم يجب أن أحدث المعلومات كان هذا في العصر الصناعي العصر الصناعي كانت الخبرة ضرورية جداً لأنهم المعلومات بطيئ جداً لكن يوم بعصر التكنولوجيا إذا أنا مش كنت عممسي بنفس السوية مع التطور مع التطور المعرف كيف تكون مستقاتي بالنفس كيف تكون أدائي كيف يكون معلوماتي أنه أنا محصد آخر من المعلومات لديه معلومات الجديدة في المراحة بالتقنية أو الإدارة المالية أو الإدارة المشاريع أو اليوم الأسلوب الجديدة بالأسابزة والتعليم في المدارس لديه أسلوب الجديد من فترة شاب هندي أخذ جائز أفضل معنم في العالم طب لماذا لا أسأل كيف يمكن أن يكون أفضل معنم في العالم أخذ جازي مليون دولار أفضل معلم في العالم ابتكر أسريب جديد وبمنطقة نائية وفقيرة جدا حتى منقل ظروف بمنطقة نائية وفقيرة جدا في الهند ابتكر هذا الشيء لذلك لازم ننتبه لهذه الأمور على درجة عالية من الاهتمام أحكي آخر شيء عن الأسلوب الأسلوب مهم جدا وجدا وجدا في الحياة الأسلوب كيف تناول المشكلات والفرص والتعامل معها كيف تتعامل مع الآخرين أسلوب مهم جدا في التقاتي عندما يكون لديك هذه القدرة وهذا الأداء الرائع والتعامل مع الآخرين واستيعاب الآخرين ويكون أحد يحكيها شب بين المثير والاستجابة فاصل زمن كبير حتى أتعاطم مع المشكلات ويكون هادئ ويكون بروية ويكون أتعامل بصدق للآخر ليس متميز لماذا إنسان مدير فناني بنحب ومدير للأنجلس ليس بنحب لماذا الإنسان فناني بنحب لأنه صادم وعنده أسلوب التعاطي حتى أريد أن ينتقد الآخرين فيه أسلوب فيه اسم النجل العاطفي إذا أنا أردت أن أنتقد فلان أو فلان في عمل فينبغي أن أنتقدهم بمن يتجوز مشاعرهم وأحاسيسهم أنت الفكر أنه هدون الناس إنهم مشاعر وأحاسيس فأنا لازم فكروا الكلمات ويأوزنها على هذا الأمر لذلك مهم جدا مهم جدا هذا الشيء ننتبه عليه كل شيء حوالينا يؤثر على نفسيتنا نقول داليا وثقتنا وأداءنا على كل المستوى سواء الشخصية أو على مجال العمل أو على مجال العمل تروح الشغل بكافة النشاط وحاوية بس تنصدم بكل شيء حوالينا سؤال حلو كثير كثير طب ما دام هني عم يتأثر لماذا أنت ما بتأثري فيه إذا فيه تأثير إيجابي وفيه تأثير سلبي أنا تلعب روح أمخلي السلبيين تأثر كيف أنا ممكن دخلق كيف ممكن أنا أثر على الأخير وخليون إيجابيين هون خليني تقولي أن الإيجابي صعب لا اكتب السؤال كيف يمكن أن أكون أكثر تأثيرا في عملي في الغد شو لازم أمور حتى تكون مؤثرة أنا رايح أكون إيجابي لذا أذهب إلى مكان إيجابي سأخلق الإيجابي ويجعل كل إيجابي أنت هذا الأمر تخلقين لكن إذا كنت أنا ليس واثق في قدراتي وأمكانك أذهب إلى مكان أي صدمة سلبي ممكن تخليني أرجع وينهار ذلك يجب أن تتعزز لهذا الشيء وتخلق الإيجابي أنت كل يوم الأسلوب يلعب دور بهذا الأمر الأسلوب في التعاطي مع الزمناء والتعامل معهم يخلق هذا الجو المهم جدا أحسن واحد المهم طور نفسي مع كل جديد سأصبح من المستقبل في آخر الخصف في آخر الصفف حقيقة هذا الشيء المهم جدا وجدا وجدا فيمكن أن أزيد من حجم إمكانياتك أول شيء سير مواطن القوة الإمكانيات وين مواطن القوة تشغل عليها لا تتخلف عن الرقب يعني التطور شوفي شيء جديد لازم أعرف أعرف وجهتك لوين رائع طبعا لماذا أريد أن أرغب الورشي أصلا لماذا أن أقرأ هذا التتاب لماذا أقرأ هذا الشيء لماذا أقرأ هل يمكن أن أقرأ باتجاه الهدف إذا وجهت بهذا الاتجاه عظيم جدا لماذا أريد أن أقرأ باتجاه 24 ألف ألف 910 ألف حتى أصل إلى الهدف هذا هدفي لماذا أذهب هنا أو هنا وأخر الأساس الأساس هو النتائج شوفوا النتائج مهم جدا هي من تنح الثقة عندما أنا بعمل تدريب وشوف في نتائج حلوة الناس في أسلك يمنحني ثقة أكبر صح؟ لأن أنت بتعمل تقرير وهذا التقرير يجي من نتائج حلوة ويمنحك ثقة أكثر عندما تقرأ كتاب كتابين ثلاثة بتحس حالك عم تقرأ هاي نتائج ملموسة هذا الأمر لأن أنت بتبنيش أنت تحضر ورشات وتكتسب معلومة بعد معلومتين وبتالي إذا النتائج فبتالي هذه الأمور كلها بتستخدم لأن كل اللي حكينا عنه المستوى النذاهة والنية والإمكانيات كلها لازم تخدم ماذا؟ لازم تحقق لنتائج إذا كانت هذه النتائج حلوة جدا وبالتالي أنا أمتبه عليها وانتبه أن هاي موجودين أحقق أشياء عظيمة جدا صدقوني عندما ما أقرأ كتاب وخلصت هذا الكتاب أفرح فيه وكأنه نتيجة عظيمة جدا وهذا بمنحني ثقة أنه أنا نجزت كتاب بسيط عملت ورشي وأنجزت الامتحان وتجاوزتها أعطاني هذا الإحساس لذلك كل ما سبق ممكن أن يحقق لنا الثقة بالنفس لكن قد يكون الخوف من التطور والتغيير سبب في استمرار هذه الثقة أمدا أنه لازم يكون عنا تطور مستمر حتى مهما أعمل إذا أنا عندي خوف من أنه أنا أتعلم شيء جديد واتطور وما إلى ذلك يخليني ضعيف فنحن ذاج إلى النمو والتطور بشكل مستمر وهذا يمنحنا قوة وتدفق حيوي أكثر وإجعلنا أكثر مرونة للتعامل مع الحياة من تطورنا بعدها كل هذا يمنحنا سأختصر كل شيء عندما أريد أن أكون واثق من نفسي أول شيء لا أخاطب نفسي بأي كلمسية أنا أعظم مخلوق عند النار أنا أمتلك قدرات رائعة جدا أنا فعلا 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 إنت أقرأ عن نفسها أقرأ كتاب قوة عقل القلبات من جوزيف ميرفي شوف كم أنا عظيم شوفوا كما عندنا إمكانيات نحن لا نستخدمها لذلك أنا مش أبدا أنا حزين أو أنا ضعيف أنا غير واثق من نفسي أنت أعظم مخلوق وعيش على هذا الأمر واشتغل كل الكون خلق لأجلك فإذا لماذا أنا أستسلم للي أسود أحباط وما إلى ذلك بعد هذا الأمر أربع أساسيات النزاهة الصدق شيء عظيم جدا النية الصادقة وأعرف عندي أهداف لأن الأهداف تقويني وبعدين الإمكانيات شوف قسم إمكانياتي اللي هي مكونة من المواهب والتوجهات والإمكانيات والأسلوب المتبع كل هذه الأمور والمعرفة والمهارات كلها قيصة وبعرف شو هي بعض منها كل هذا الشيء بحقق النتائج عندما تحقق نتائج وأصبحت عم تمشي على الهدف أنت عم تمشي بتحقق هذا الشيء بتمنى كون فعلا تحدثنا بشكل حقا أشياء كتير حلوة ومفيدة جدا بهذا الأمر الزكاء العاطفي حلو كتير يعتبر الزكاء العاطفي هذا بالتعامل لازم نقرأ الزكاء العاطفي لازم نقرأ كتاب دانيا جولمان الزكاء العاطفي لأنه الزكاء العاطفي يخلينا كيف وإذا كانت قضية المارش ميلو للأطفال كيف وزع لازم نعرف نحن هل نستعجل طرق النجاح أم نسير على الطريق الحقيقي في ناس بحب تأخذ طرق مختصرة طرق المختصرة ما تجيب لانتيجة الزكاء العاطفي هو أول شيء بالذكاء العاطفي شو هو أنه نكون وعين بذاتنا نكون عنا وعي بذاتنا بخدراتنا بأمكاناتنا هاي أهم شيء وبعدين اهتم بمشاعر الآخرين وما إلى ذلك كل هذه الشيء إذا اشتغلنا عليه رح نحقق أشياء كثيرة جدا تحقول كلنا رائعين جدا كنا عنا إمكانيات حقيقية أنت وأنتي وهو وهي والله العظيم مش مجامل مش كلام موسيم هذا الشيء هذا كلام الأبحاث رحوا شخص الأبحاث وقرأوا وقدشنا عظماء لكن احنا نستخدم هذا الشيء لأن فلان أو فلاني أخبرونا بأننا نمتلك هذه القدرة لا أنت تمتلك إذا أردت أنت تمتلك إذا أردت أنت التغيير سوف يتغير كل شيء نحاوله هذا الكلام مش مجح مجرب وراح تشوف النتائج كل التحية كل التقدير كل الاحترام للجميع وأتمنى لكم ليلة هانئة وثقة من الغد أن نبدأ في برنامج بهذه الثقة ويحققنا أشياء العظيمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته